نحن نعود معكم مشاهدين الكرام وأستقبل ضيفي وضيفكم في هذه اللحظات الأستاذ المحامي عادل عبدالهادي مساء الله بالخير بداية لما أقول عادل عبدالهادي يصطحب معه اسم الطعون أو كلمة الطعون موجودة مع هذا الاسم وملازمة له لفترة من الزمن وما زالت مستمرة ما هي الأسباب أو لماذا تقدم الأستاذ عادل عبدالهادي إلى المحكمة الدستورية يعني اللي أكون مفهوم لدى الكافة أني أنا ما أنا طلاب طعون يعني ولا أنا أرغب بأني أكون الشخص اللي يشار لأن هذا بيطعن على الساقطة واللاقطة لا مو صحيح أنا أطعن لما أرأت فعلا أن هناك أسباب حقيقية تستلزم حماية الدستور وحماية النصوص الغانونية من المخالفة أكثر من شيء ما أعتقد أني أنا أتوجه أما في مثل هذا الطعون اللي موجودة الآن أنا تقدمت في عشرة طعون العشرة طعون مختصة في هذا المجلس في هذا المجلس يعني أول طعن كان مال دكتور بدر الداهوم وأحمد باقر وسالم النملان وعبدالله الكندري وفارس الاعتيبي وحمد التويجري وعبدالرحمن العنجري وسالم سليمان العازمي وفواز الجوهيد يعني عشرة طعون تقريبا منهم تقريبا ثمن طعون ومحمود الفيل تشاوي ثمن طعون تتعلق في الطعون الأساسية المتعلقة في إبطال العملية الانتخابية وطعنين يتعلقون في مسألة العد وإعادة الفرز يعني كل طعن يختلف عن الآخر حسب الظروف المعينة لكن هناك أسباب حقيقية هي التي يعني تعطينا الهاجس بأن هناك خطأ إجرائي تم اتخاذه من الحكومة عن طريق القصد أو عن طريق قلة الدبرة أرى العالم عشان نختصر المسافة لكن أنا باعتقادي أن هذه الثلاث طعن أو الطعن بثلاث أسباب مرجحة القبول بدرجة عالية جدا طيب فأنا الأسباب شون هي بس أساس يكونوا يعني المشاهد الكريم بخطأ أنا يعني قلت بدامنا رح نطلع بالتلفزيون لازم أبسطها على المشاهد بطريقة بسيطة جدا حتى يستمع لها الشخص العادي وليس الشخص الغانوني بطبيعة الحال أن نص المادة 56 من الدستور حددت أنه يعين مجلس الوزراء من منه يعين من داخل وخارج المجلس من الأعضاء أعضاء مجلس الأمه ومن الخارج وبالتالي عطت مساحة ضخمة جدا يعني 16 وزير كان مفهوم المشرع الدستوري في ذاك الوقت أن المناصب الأكبر تكون لأعضاء مجلس الأمه ليش أعضاء مجلس الأمه؟ عشان تعطي نوع من أنواع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية داخل السلطة التنفيذية وبالتالي كل وزير يراقب مو بس يراقب عن طريق الأسئلة وعن طريق الاستجوابات لا يحمي حتى الاستجوابات فيكونون أهم مشاركين للعملية السياسية داخل المجلس التنفيذية لا داخل المجلس الوزراء وبالتالي هالوزراء كثر ما يكونون أكبر ومتمددين أكثر داخل السلطة يكونون لهم رغابة أكبر على أعمال السلطة هذا الجانب الأول والجانب الطبيعي وجعل مساحة صغيرة اللي هي لأبناء أسرة الحكم أسرة الحكم حتى تكون هي النافذة اللي يتولون منها المناصب لوصولا إلى ولي العهد والأمير ولأنه لا يهم مخرج أنهم يتعلمون الحياة السياسية ويتدربون فيه كون أنه راح يكون هذا المخرج الوحيد لأن يكون هناك حاكم لدولة الكويت يمارس سلطاته بواسطة هالوزراء وبالتالي شوف العملية كانت عملية وائد وسيطة وائد سهلة ترتب رغابة كاملة على أعمال السلطة التنفيذية وضعنا مشينا بالوضع العادي لما نمشي بالوضع العادي نرى أن هناك توازن في السلطة مثل ما سمو الأمير لا كل الصلاحيات بحل مجلس الأمة أصبح لمجلس الأمة صلاحية استجواب رئيس الوزراء والذي هو عدم أمكانية التعاون معه وإطاحته واستجوابه بالشكل البسيط نقال نشرح للناس بالتالي ما لدينا الآن؟ لدينا توازن لمن هي الآن حق الطعن مالنا نرى في الظرف الطبيعي الظرف الهادئ الظرف الهادئ أنه يمر مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية حسب نص الدستور بعد ما ينتهي تبقى شهرين آخر شهرين منه يصدر فيه مرسوم الدعوة فيبقى عضو من هالأعضاء اللي نسميهم دارجا المحللين يبقى هذا المحلل يراقب أعمال مجلس الوزراء إلى حد ما يصدر مرسوم الدعوة فلما يصدر مرسوم الدعوة يقولهم مشكورين الله يعطيكم العافية مع السلام الآن أنا باستغيل فيستغيل ويرشح نفسه يرجع إلى صناديق الكراء حلو كمرشح بس يبقى فترة صغيرة تسمح لحضرة صاحب السمو أن يصدر مراسيم ضرورة وما تكون خالية من رغابة تعرض على المجلس في أول جلسة له شوف يعني عشان تكون عين الرغيب اللي هو نقول لك المجلس الرغابي وتشريعي عين الرغابة على مراسيمهم تكون تحت إرادة الشعب وبالتالي أصبح هنا يكون نرجع الحين حق الوضع الاستثنائي يعني الوضع الطبيعي لازم مرسوم الحل مرسوم الدعوة يكون تحت نظر أحد الوزراء المحللين اللي هو يال من مجلس الأمة ني في فترة الحل فترة الحل فترة تعتبر استثنائية الفترة الاستثنائية هذه لما وهي ما شجدي يا الأمير سمو الأمير وحل المجلس لما يحل المجلس سمو الأمير ما يحدث أيضا عندنا شهرين إذا ما تمت الدعوة يرجع المجلس عشان يمارس رغابته كل مسألة متعلقة بالرغابة رغابة المراسيم لما يلحين الأمير أو رئيس الوزراء بصفته و ينحل المجلس ما يحدث لازم يبقى واحد من المحللين الوزراء يراقب مرسوم الدعوة هذا بالوضع الاستثنائي لما ينطبقى على الوضع الحالي سنشوف ش اللي صار بالوضع الحالي يوم الأحد يوم ستعش عشرة قدم ثلاث وزراء السيدي عقوب الصانع والدكتور علي العمير والسيد عيسى الكندري قدموا استغالاتهم يوم الأحد و ما حضروا اجتماع يوم الأثنين فصدر مرسوم من مجلس الوزراء باستقبول استقالة الثلاث وزراء اللي هم أساساً محللين قبلهم في مرسوم رغم 277 بعدين في نهاية اليوم صدروا مرسوم رغم 279 بعد مرسومين مرسوم الدعوة خالي من أن يوجد وزير محلل و بالتالي هني بدأ البطل هنا أنا ما أعتقد أن المسألة يعني عادية مسألة جداً بغيغة أستاذ بس عساس ناخدها خطوة بخطوة أنت الآن تعتقد بأنه ممكن أن يكون مجلس 2016 اللي نعيشه الآن بأولى جلساته ممكن أن يبطل لوجهة نظر قانونية يعني أنا تكلم من حيث المبدأ والورق اللي معاك اللي تمتلكها من أدوات وفقاً للأوراق اللي عندنا قولاً واحداً هذا المجلس باطل أيضاً أكثر من هذا هناك حكم المحكمة الدستورية صدر يعني فيه لا نص واضح لما إينا احنا في 2013 طعننا على المرسوم و قلنا يا جماعة مرسوم الدعوة باطل لوجود السيدة أو الأستاذة أو الدكتورة ذكرى رشيدي يت الحكومة و ما قالت أو المحكمة المحكمة طبعاً كل بساطة المحكمة يت قررت المحكمة عدم صحة دفع مالنا قلنا ليش قلت بشأن بشأن تطلب أن يضم تشكيل الحكومة وزيرة من أعضاء مسلمة لصحة المرسومة للدعوة وترفعها لحضرة صاحب السلم إلا أنها لم تعمل هذا تأكيداً عن النقطة التي طررت لها قبل قيد هذا المحكمة الدستورية المترتب على ذلك على سند أن قياب البرلمان عند ذاك كان قياباً قياباً عدم بالمفهوم المخالفة للكلام اللي هم كاتبينه يعتبر أن وجود وزير محلل حسب المفهوم الطبيعي فيما يسمى وزير محلل يعتبر الآن هذا المجلس باطل بطلان المطلغان يعني أنت استنت على هذه المادة أنا يتحق المحكمة الدستورية الآن وقلت لهم تفضل هذا حكمكم الذي حكمته فيه في 2013 وهاكم هذا مرسومة الاستقالة رغم 277 وهاكم مرسومة دعوة رغم 279 دعونا نرى ما تعطوننا النتائج بكل بساطة لا أعتقد وفقاً للمفهوم الطبيعي أن هذا المجلس قائم هذا المجلس باطل بطلاناً مطلغاً لا أعتقد أن حتى المحكمة ودها تتطرق لمواضيع ثانية لأن هذا الموضوع ينسف ويفني هذا المجلس في المهد استاذ عادل سؤالي يطرح نفسه وهو خيالي أنا من حيث ما تطرقت له هناك للحكومة مستشاريين قانونيين يفقعهم بالقانون ومداخل ومخارج هذا القانون وبحذافيرة لماذا نصل لهذه المرحلة لبطلان بطلان 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 وأخطاء قانونية سادجة إلى متى إلى متى نقف عند هذه النقطة هل هو اللاموبالات وما يحدث الآن في الشارع السياسي مثلاً وبالتعديد في الشارع الكويتي إلى متى مثل هذه الثقرات موجودة وهذا الحين معاك أنت مستند يثبت بأن المجلس 2016 هو مجلس مطل مليون بالمئة إلا بعد ذلك المحكمة تغير المبدأ هذا الموضوع مختلف تماماً تبقى الكلمة للمحكمة ولكن حشب ما تغيرك مهائياً للمحكمة بس إحنا نملك ورق كأننا نملك شيك في واحد وموقع شيك مليون دينار ونقول لأتفضل والمستند حقيقي وموقعة وكل شيء وما عنده رصيد فالجريمة تامة تامة انتهى الموضوع أين المستشارين؟ يعني أنا ما أدري وين المستشارين أنا أعتقد فيه مستشارين لكن وإذا بتطالع ترى هذا يمكن تاسع مجلس ينحل يعني أعتقد مفروض يسووا لنا إدارة للحل أزمات الحل أزمات الحل وبالتالي ما أعتقد يحتاجون يعني اليوم هي لو نموذج يمشونه لأنه يعني يشوف الانتخابات كلها كتلة متكاملة من الإجراءات إذا أبطل إجراء منهم أبطلت الانتخابات كلها بتالي هذه سهلة مو صعبة يعني لو يابين أي شخص بسيط تحفظ الدرس من الحل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للتاسع أعتقد كان سوى خبرة حتى لو ما كان هو غانوني ولا مستشار ولا دكتور وعندنا مشكلة في الكويت عندنا مشكلة أن الجميع يفتي والجميع يخطئ ما أدعي سألونا الواحد تعلم من قطع أي بس يعني هذه من الشطارة بس مرات تكون الخيابة تغود كل هذا نحنا في النهاية دائما نقول أنه نحنا مش الأشطر أبدا لكن نحنا كنا أدق شوية مش الأشطر هناك ناس أشطر منا ويفهمون أحسن منا وفوق كل ذي علم العليم لكن أعتقد أن الأخطاء كانت جدا معيوننا وأخطاء بسيطة لكن حجمها ضخم جدا وبالتالي أنا أعتقد على الحكومة أن تراجع نفسها وتراجع إجراءاتها وتراجع تطبيقاتها وتراجع قراراتها وتراجع قوانينها لا يعقى لأن كل خطوة ني ينبطل خطأ إجرائي أكيد في مشكلة وأنا برأيي لا أعتقد أنها المشكلة مفتعلة لا الآن شوف لا الآن لا عندي ذهني أن الخطأ مفتعل أو يعني متحمد علشان يبطلون يكرهوننا بالديمقراطية ويزهقوننا من هذه الحياة لا لا أعتقد أنا أعتقد أن الدبرة سرعة ينبطون شغلهم سريع فيعتمدون جهست الورقة جهست هذه يلا مع السلام نطلع البر جدياً دعنا نطلع البر أنت يابل يعني تكروت نطلع 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 البر أو ناسين التشولة وناسين الدفاية وناسين هذا على حساب المواطن على حساب المواطن طيب أقف معك عند الطعون التي قدمت إلى هذه اللحظة إذا تشرب ماي يا هني وعافية أقف معك عند النقطة بأن هناك مرشحين كثر تقدموا بالطعون وعدد من تقدم بهذا الطعون 52 طعن إلى هذه اللحظة ومنهم من تقدم بهذا الطعون هو وزير العدل السابق يعقوب الصالح يعني شوف الطعون كثرة الطعون ما تعني وهذا حد التاريخي صراحة ورقم قياس لا مو حد التاريخي أنا ذكر في المجلس اللي طاف كنا على نفس الرغم تقريبا والمجلس اللي قبله تقريبا على نفس الرغم يعني لما تم حل السابق وطعن فيه وتم حل كان آخر تقديم للطعون كان يوم الأحد الفائد هو يوم الأحد يعني هذه هم بعد مسألة خلافية قد يمتد ليوم الأثنين وما يمتد هل هو بين تاريخ الأعلان النتائج والأيوم الأعلان النتائج لا يحسب يحسب اليوم اللي بعد ومتزاون مع الجلسة الفتاحية لبجلسة الأمة يعني احنا قلنا نقص الحق من الباطل ونقدمهم يوم الأحد ونقدمناهم يوم الأحد نحنا جاهزين من قبلها بأيام لأن كنت أنا أعلن عنها من قبل فترة طويلة أن هناك أخطاء كبيرة يعني ارتكبتها الحكومة لكن هذه الأخطاء يعني آثارها ستكون على المجتمع كامل طيب أستاذ دعنا نكون صريحين قليلا هناك من شكك أيضا بالعملية الانتخابية وشكك بأن هناك عمليات تزوير في هذه الانتخابات وهناك من صرح في عالم السوشيال ميديا وأيضا من تقدم بطعم في هذا الجانب وأنا على المستوى الشخصي أرفض هذه الكلمة كلمة تزوير يعني شوفه هو لا تلوم الشخص العادي الشخص العادي لما يشوف أن صندوق جنة طلع ومشمع وهاي يقول آه في عمليات تزوير فهو يعني شخص عادي ويبي راقب العملية ويبي مرشح منهم عظام جسومه سابقين صرحوا في هذا الجانب يعني شوف قلت لك أنا الحماس في تلك الليلة قد تغود الكل بأن يقول أي كلمة مثل ما يكون واحد عنده مكريفون ويقول لا سب فلان وهو جدام الجمهوري سوف يقول له ينجرف وراء التيار أنا أعتقد المسألة طبيعية اللي ليس طبيعي بعد ما تهدى المرحلة ونشوفها الليلة الآن في تزوير نقول ما أعطونا يعني شوفها أكو شيء أنا أتوقع أن في ذيك الليلة يعني كأن السحابة انثرت دخانها على الكوي الغريب أن ولا واحد منهم من اللي قالوا أنه في تزوير أنا قاعدت مع كثيرين من اللي قالوا أنه في تزوير للعملية الانتخابية وشفت بقعدتي معاهم في الفترة الطويلة قلت لهم عطونا ما يثبت أنه في تزوير عشان نكتب صح جاهز مذكرتك مو أجهز عطونا صور العادة أنتولوا تحط وجبة تصورها تحط ما أدري شنو تصورها عطونا تصوير شلي حصل الغريب أنه ما حتصور إلا تصويرات ما فيها يعني دقة دقة ولا جدية وبالتالي المحكمة ما تنظر مثل هذه المسائل ولا أعتقد أن النيابة العامة تنظر مثل هذه المسائل لكن أكو حدث حدثين شوية غريبين هو الحدث الأول وأنا قلته يعني للغضاة أنه يفترض أنه حتى على مستوى الغضاة وزملائنا وأخواننا لم ييهم أحد الأشخاص من المرشحين أو المناديبهم أو ما يمثلونهم وكلاءهم لم يقول له أني أنا عندك محضر أنت فتحت الصندوق قبل الساعة ثمان يفترض عليك تثبت لي بالمحضر رح نتمس ساعة سبعة ونوص ثبت لي بالمحضر كان هناك يعني شوية جفاء من أخواننا للغضاة ما يبون يسجلون يقول له سجلها بأوراغ خارجي وقدمها لمحكمة دستورية تنظر طعنك أنا رأيي الشخصي أرى أنه ما له داعي هذه عملية هي قاعدة تتخرج لنا مرشحين هذول يرح يكونون نواب الأمة ورح تخرج لنا وزراء دولة وكلهم الخمسين شخص معه الستعشر شخص هذول رجال دولة هذول اللي رح يقودون الدولة في المرحلة القادمة وبالتالي ما المشكلة إذا كان واحد عنده اعتراض في محضرك الأساسي سجل لي قد يكون هذا الاعتراض تافح ما يرقى تقدر تحله بالود لكن أنا من كل الليوني ما شفت واحد سجل في محضر وايسي هني شوية هذه المسألة تعطينا عتب هذا جانب الجانب الآخر الجانب الآخر في هذه المسألة متعلق في يعني شكل الورقة وهو الطعن الثاني مالنا أو السبب الثاني من أسباب الطعن السبب الثاني بكل بساطة هو محضوظ نص المادة 26 من قانون الانتخاب تطبع أبراغ الانتخاب على نفقة الحكومة وبالصورة التي يوضعها بغرار من وزير الداخلية وين الغرار نحن نرى شكل الورقة شكل الغرار هذا من الغرارات الجوهرية التي يجب أن تعلن مغرار مثلا يخش الوزير أو يخش يخشون يطلعون موجود هذا القرار في انتخابات سابقة ما أدري لكننا نحن نتعلن من هذا الانتخابة هذا القرار دقنا عليه في الموقع الالكتروني اللي وزارة الداخلية كامل نحن نتابعهم واحدة بواحدة حتى زيارات الوزير ينتقل يروح يزور مغر الانتخاب يسجلون وزار الوزير اجتمع مع اللجنة كذا اجتمع مع اللجنة الشطب اجتمع مع هذا طلع القرار كذا طلع إلا هذا القرار مو موجود أنا أعلم علم إن شاء الله يكون يقيني أن أهم لما صارت قضايا الشطب وراء بعض وراء بعض وراء بعض وراء بعض ورحنا ليل استئناف وليل تمييز كان باقي ساعات وتصير الجلسة أو الانتخابات وبهالفترة أعتقد نسو يطلعون مثل هذا القرار إن شكل لورقة شكل عادي ما في ختم ما في شيء لو يت وزارة الداخلية وعللت وقالت تعال نحن عندنا مطبعة خاصة وهذا رح يقولون وحسبها بعد عليك رح يقولون نحن عندنا مطبعة خاصة وهذا فيه كود معين لورقة فيها كود معين أو شيء خلنا نفترض أن هذه ورقة بيضة وأنا قدمها حق الغاضي بهذا الشكل أبيض أو صفرة بهذا الشكل الكود هو من يحكم نزيل الكود من يحكم ولكن الآن القاضي اللي يشرف على العمل الانتخابية لو قطيت لخمسين ورقة نفس هذه رح يميز وهو مو خبير يعني مو وهو مو صراف مال البنك يطالع هذه عشرين دينار صحيحة ولا مو صحيحة لازل تكون عنده شيء واضح عشان أنا ما ينطلع على الرجل العادي ولا على الرجل المسؤول في مثل هالمسائل عشان لذلك وزير الداخل يفترض في وفقا لنص المادة ستة وعشرين أن يطلع قرار والقرار يكون واضح وضوح الشمس وليش عشان يعطينا فرصة أن نطعن عليه لأن هذا من إجراءات العملية الانتخابية سيد عادل سوف أكمل معك هذا الحديث وسوف أأتي على الطعن المخصص اللي معا الوزير السابق يعقوب الصانع بعد هذا الفاصل يدوقق أكثر حول الطعن التي تقدم فيه إلى المحكمة الدستورية ومن ثلاث بنوت بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام كونوا معنا استاذ عادل تكلمت قبل الفاصل بأننا سوف نتضرق إلى الطعن المقدم من وزير العدل السابق سيد يعقوب الصانع وتقدم إلى المحكمة الدستورية بحكم وحاب أفن قضية حاب أن يقدمها والهي بطلان المجلس وهناك ثلاث بنود أيضا تتواجد تحت ما تقدم به يعقوب الصانع هناك بنيضع علامة الاستفام بأن كان وزير في الحكومة والآن يتقدم في مثل هذا الشيء يعني شوف أعتقد أن ياقوب الصانع زبيل وأخ وصديقي يعني أنا أعتقد أن ياقوب الصانع لا الحق أن يتقدم في طعن يعني حال حال هالمرشحين يعني ما معنى هالخمسين مرشح أو خمسين طعن يعني ما يكون من بينهم طعن لكن طعن شوية لأنه يحوي مرسوم هو لأنه تشوف هو شبيه في الطعن مالنا في الثلاث محاور مالتنا هو شبيه ما عندنا أنه زاد عليها محور وحيد زيادة علينا اللي هو محور أنا قرأتها اليوم اللي هو محور أنه مرسوم الحل باطل باعتبار باعتبار أنه هناك بعض العبارات اللي فيه وردت في حل سابق في مدرب أي سنة يعني مسألة اجتهاد يعني قد تراها المحكمة حقيقية وقد لا تراها حقيقية لكن مسألة أني أرد ما رأيك بأن يعقوب الصانع ليش قدم وليش ما قدم لا أعتقد أنه محامي نحن أصد أن السؤال الآن الدرج ونعم فيه يعني سادة يعقوب موجه للتحية والتقدير ولكن السؤال الدرج بأنه كان أحد أعضاء الحكومة والتوجه في مثل هذه البنود أعتقد ممكن زعزعت العلاقة بين الطرفين وهو حقه ما نختلف عليه لكن توجه الشخص نفسه يعقوب الصانع إلى المحكمة الدستورية يعني أنا قلت لك أنه حقه الشرعي والقانوني والدستوري يلجأ للمحكمة الدستورية أكثر من شذي أعتقد هو مفروض يجاوب نعم هو وضعه الآن في علامة استفهام يا أستاذي يعقوب أنت ليش أنت كنت من ضمن الحكومة وما أعترضت حزتها هذا السؤال معروض بالتويتر الآن يعني أنا شايفه لكن أنا أعتقد مو أنا الشخص اللي ممكن يجاوب عليه أفترض أنا هو اللي يجاوب على هذا السؤال هناك كان لجنة مختصة بفحص طلبات المترشحين بعد ما أغلقت أبواب إدارة شؤون الانتخابات كيف رأيت صحتها القانونية شوف هو وزير الداخلية يعني من حقه أنه يحط له لجنة بس أنا أرى أن هذه اللجنة وجودها يعني مو مستحب أبدا ليش لأن الدستور والقانون واضحين في مسألة الانتخابات أن كل شهر اثنين وشهر ثلاثة سروح تقيد هندي خمسة أربعة هذه المراحل تغييد وبعدين نشر نشر الأسامي اللي ديدة ونشر الناس اللي عندهم موقوفين وغيره في مكان معين أن يحدد وزير الداخلية وعلى الناس تييي وتعرض طعون إذن بعد خمسة أربعة تتحصن الجداول هذه إذا تحصنت الجداول أنا أرى أن وزير الداخلية ليس من حقه أنه يمنعني من الترشح أو يشطبني نهائي لكن يقدر أن هذه الفغرة يستخدمها لي أنا أنزل الانتخابات نحن بعد ما أنزل الانتخابات يقول لي تعال أنت متهم في غضية مخلب الشرف والأمانة وآنا أنا لا مداني نعشي لإسمك لكن هذا يمنعك من الترشح ترفع علي دعوة وأطيح من الانتخابات هذا الآن يصبح حقا لكن من البداية قاب الله أن ترشح بسم الله الرحمن الرحيم تطلع لي غضية بلجنة مالة 100 سنة وتقول لي تعال زوينك أنت وين لجانك وين تحصين الجداول وين مراجعة الجداول أنا أعتقد الحملية الانتخابية ماشية بالكويت سماري ما يدرون أن الله حاطهم فهي نفس الجداول يطلعونها من التجوري يوم الانتخاب ويردونها بعدين زين جأيكم عليها أنا عندنا في الدائرة الثالثة 1250 واحد موقوف منهم يمكن يمكنها 300 شاركوا بالعملية الانتخابية منهم ناس صغار بالسن ومنهم ناس ميتين ومنهم ناس عسكريين عفوا رسمي عفوا عفوا بس أدقق على هذه النقطة 300 شخص من أصل ألف أصل ألف وميتين تغريبا قدمناهم للمحكمة الدستورية هلكم البلف متفضلوا هذولا كلهم موقوفين إحنا عندنا إثباتات أن منهم تغريبا 200 250 شاركوا بالعملية الانتخابية منهم صغار بالسن ما كملوا الواحد وعشرين ومنهم ناس عسكريين منهم ناس متوفين ومنهم ناس مسافرين فالله فسر لي أنت الآن تشكك في من سجلهم مثلا في القيد الانتخابي لا ما أشكك أنا أنا أقول غلت الدبرة خلتهم ما يدققون وخلت الجدوى المحصن فهي المحصن أعطيك مثال آخر من الأمثلة عندنا بدر الداهم حرم وما زلت أقول على قانون المسيئة تحرم من قانون المسيئة تشطب من جداول الناخبين قانون موجود صحيح راح صوت شوان بالله دليلك أن قلة الدبرة الانتخائية في القرار هي اللي قاعدة تسبب الفوضى العارمة اللي قاعدة تسبب حل ورا حل ورا حل ورا حل تسبب بطلان مرسوم ورا مرسوم ورا مرسوم تسبب بطلان قانون ورا قانون ورا قانون وبالتالي هناك مشكلة حقيقية ما الحل الحل لازم يكون في ناس أول شي يكونوا رجال دولة يقودون الدولة أثنين يجب أننا نغير الاستهاف الموجود معاننا الكرومة للطيارة تعمان يعني ذول ناس خلاص يعني للحين يبولك مجبوس وهذا بالطيارة أنت لازم يبولك شوية بسكوت يبولك هذا تغيرت للحياة وهم ما زالوا على نفس الخط ويهريت على نفس الخط يبولك المجبوس المضبوط لا مجبوس حي الله يعني طابخين مد شلون تغير الدماء مو تغير الدماء لمجرد تغير الدماء في ناس خبرات يعني تبصراحة تنحط على الرأس لكن هي مسألة نختار الأشخاص اللي فيهم الخير اللي فيهم الخير وفيهم الكفاءة وقادرين على إدارة هذه الدولة مو أن يبلينا واحد عبونا صديقنا ولا رفيجنا والديران ومشون وداشوا بشراكة بشركة وصفقة ودخلة معي عشان يترزق الله لا يعني هنا الكويت كلها قاعد ترزق الله نسبة كبيرة من الناس اللي داشين في كل الشرائح من الوظائف كلهم يعيين ترزقون الله وترزق الله في هذه الجزئية مو صحيحة ترزق الله بأنك تخاف الله وأنك ضمير حي ومتعلم مو أن يعني مسألة أنت إشي اللي تابعي نسوي لك لا يجب على واحد صادق يقول لهم يا جماعة ترى هذا مرسوم الحل مرسوم الدعوة غلط مرسوم هذا غلط اللي أنت قاعد تسوونا غلط هنا تبغى العملية صحيحة لكن أنا أي أشوفكم غلطانين عشان أطلعكم غلطانين وضحك عليكم بالنهاية أسأل أضحك يعني لكن هي المسألة قلت لك أنا تحتاج إلى ناس عندها ضماير والضمير الحي يغودك حق الحقيقة طيب أستاذ عادل أستغل الآن وجود مجلس الأمة وأستغل وجودك أيضا بالإجابة على السؤال طلب النائب الشعيب المميزري من خلال الجلسة ووقف بأن تكون الحكومة منصفة بالتصويت لرئاسة المجلس خصوصا بأنه كان منافس لرئيس مجلس الأمة الحالي السيد مرزوق الغانم وتكلم بصوت عالي بأن يا حكومة يا أسرة الحكم لا تحيزون خلوكم على مصدره واحدة وخط واحد ولا تعطونه وتميزون فلان عن فلان شرائك يعني أنا سمعت رأي يبقى هذا رأي من آراء واللي يجب أن تغرع مسامعهم هو بغي وما أعتقد أنه هو منع مجلس الوزراء إنهم يصوتون هو كان يقول يا أسرة الحكم آل الصباح لا تصوتون طلعوا بر الموضوع وخلونا نحن نطلع نفسنا وجهة نظر لكن الدستور يختلف شوية في هذه المسألة اللي هو قال أن مجلس الوزراء متضامن ومجلس الوزراء يعتبرون أعطاء في مجلس الأمة وبالتالي بحكم وظائفهم أعطاء يمارسلوا سلطاتهم ولذلك تشوفهم في كل مكان قاعدين يتحركون ما عدا مكان واحد ما يجوز لهم أنهم يتحركوا فيه اللي هو التصويت على طرح الثغة بس يعني ما يجري يطرحون الثغة في أنفسهم أو ما يطرحون ثلاث أشخاص تنافزت على الرئاسة منهم سيد مرزوق الغانم واللياب نصيب الأسد من حيث الأصوات يمرر بين الصوت وتوالت الأرقام على الشعيب المويزري وعبد الله الرومي وكان هناك حلف قوي مشكل تقريبا من الواحد وعشرين نظم مجلس أمة موجودين الآن وصدمنا بالعدد التي أتى لشعيب وعبد الله الرومي لماذا باعتقادك الشخصي بما أنك أنت شخص تلعب سياسة على قول الله تم مفاهم في هذا الجانب يعني ما أدري بس أنا أعتقد أن في ناس غيرت بواقفها من يوم اجتماعهم عند دونية محمد مطير لين يوم التصويت كان هناك وعود وحلفان وقسم يعني ما أعتقد أن أعتقد في ناس يعني غيروا وقسمهم لأن لا يمكن أن يكون قسمهم متجه لشخص واحد والنتيجة هذه اللي شفناها النتيجة هذه اللي شفناها تبين لنا أن السيد مرزوي الغانم هو شخص فاز بجدارة بـ 48 صوت رغم أول مرة أنا أسمعي على المستوى السياسي أول انتخابات رئاسة مجلس أمه يأتي بهذا الرغم هو سيد مرزوي الغانم قلت لك يعني الموقف يعني شوية قريب أن عضاء مجلس أمه وهي الآن هي محلي تشكك بينهم من اللي صوت حق هذا ومن اللي صوت حق فلان وبعدين مسألة أن أنا من البداية أحلف ما أنا مصوت حق مرزوغ وأنا مصوت حق هذا أنا أشوف هذا ملعب سياسي صحيح اللعب السياسي الصحيح لما يكون هناك أحزاب الحزب معروف رايح باتجاه مرزوغ وهذا الحزب متجاه شعيب لأمو يزري إنما أنت مو حزب وبالتالي حددت لأحد داخلية أن التصويت يكون بالسرية لما يوجد واحد داخل المجلس ويقول أنا ما رح أصوت لأحد مثلا مرزوغ أنا أعتقد أن هذه ورقة باطلة لأن أنت أفصحت مثلا أنا في مجلس الأمة وياي أصوت الغاضي ويقول لأي أصوت حق مرزوغ يقول يطلع بره هناك من طالب أن يكون تصويت علري يعني بأن عادل عبد الهادي أصوت لي فلان أحمد صوت لي فلان يعني يعني ما جرت العادة تشذيب للقلية يعني هذا من طالب اقتراح أنا سمعت هذا الاقتراح بس أنا أشوف أنه ما ينسى جمع الوضع السياسي واللوحة الداخلية أنتقل معك إلى نائب الرئيس نائب الرئيس كان هناك ثلاث منافسين بعد السحب سعدون حمات تواجد دكتور جمال حربش وعيسى الكندري في الجولة الأولى وأعتقد أنها ممكن كانت تحسن حصد جمع الحرب 22 ثلاثين صوت مقابل أيسى الكندري 31 صوت عيدة هذه الانتخابات أتكلم معك من حيث إعادة هذه الانتخابات ومدى صحتها القانونية ومن حيث اللاعحة الداخلية كذلك يعني شوف أنا راجعت اللاعحة الداخلية في هذه المسألة اللاعحة تغيرت ما كانتها فالتصويت الأول اللي هو بـ 32 بـ 31 يعني لازم يكون العدد العدد النسبي اللي هو 33 في المرحلة الأولى مدام أنها ما يابهى تروح للمرحلة الثانية بأي نسبة معينة الشكل اللي قاعد يصير بالورقة الفاظية هذه وروحتهم للجنة التشريعية واللجنة ليش نكبرها قريب تروح هتروح لجنة تشريعية وتحيلها للمحكمة الدستورية أنا غصدي مو كل شيء بالكويت يجب أن يكون محل مشكلة الآن موجود منه عيسى الكندري عيسى الكندري هو نائب الرئيس أكو طعن من جمعان الحربش جمعان الحربش يتوجه للجنة التشريعية تحيلها للمحكمة الدستورية قمة العدالة خلتروح خلنا نشوف شن رأيها بناء على النصوص الموجودة إنما نعطيها كبر من حجمها وهذا من اللي صوت منه الورقة الفاظية تخنطر العاد وأن أول تأويلات لا تخدم العملية الديمقراطية ولا تخدم الأهداف اللي احنا يعينا علشانها أنا أعتقد هذه المسألة تحتاج إلى عادة فكر المرشح والعضو داخل مجلس الأمة سمو الأميرة طول العمرة خلال افتتاح دول العقادة الخامس عشر في مجلس الأمة تكلم في نقطة محورية وجوهرية ألا وهي لا وقت للترف السياسي والتكسب على حساب مصلحة الكويت العليا يعني شوف أول شيء يعني حضرة صاحب السمو اليوم كان شوي تعبان تحمد نالب السلام كانت تحمد للسلامة مشكلة يعني تحمدكم السلامة الأمر الآخر أنا أعتقد أن يعني إذا كان هناك هدر يجب تغنينا مسألة موضوعية وصحيحة لكن يجب أيضا أن يراعي مجلس الوزراء هذه المسألة قبل مجلس الأمة المجلس الأمة ما يجب عليه أن يراعي الزيادات نمزيد رواتف نمزيد هذا في ظل هذا الخطاب في المقابل يجب أن نمشي على نفس الخط مجلس الوزراء ما يجب عليه النباتر الصبح نشوف يثقل كهل المواطن في أمور أخرى يرهق المواطن رغم أن النفط قاعد يزيد يعني اليوم النفط قاعد يزيد ونتي ترهق كاهلنا وهم نفس الوقت حسنا والخدمات علشان الناس ترتاح في نفس الوقت أنتوا عليكم مسؤولية كبيرة ما تروحون اليوم تقولون حق الكويتين تعالوا دفعوا لكم سبع دنانير تكسركم ونزيد عليكم ونزيد ونزيد على أساس أن نبراعي الخطاب على أساس أن هذا خطاب مستحق في نفس الوقت الوزراء يطيرون بطائرات خاصة ومرتاحين وأبناء النظام وغيرهم رايحين رادين مزاجهم لا ما تصير أنت وازن طبق علي العدالة خلني أنا أوقف الطابور حالي حالي الوزير وزير لي وراي أوقف أراي طبق علينا نفس المصطرة يعني تتكلم من أن يبلش من الوزراء مثلا من رئيس مسؤول وزراء أو واحدة اللي نازل طبعا أن يبلش فيهم وأنهم يقولون على أساس أن المواطن يتقبل نحن راح نخفض تكاليفنا بس مو مشكلة نزيد سفراتنا ونطلع فلوسنا من السفرات ما أعتقد هذا يضحكون علينا أنا أعتقد المجلس بزراء يجب عليه أن يعيد حياته يعني يعيد ترتيب حياته ويضبط أموره عشان يكون أهمى النبراس لنا ويكونون أهمى الغدوة لنا علشان إحنا نقدر نمشي في الطريق الصحي أما مجلس زراء وهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة مقادر يحل مشكلة رياضة ما يعطيني شعور بالطمأنينة أني أطبق وأنسجم مع غراراته اللي هي قد تكون منسجمة مع خطاب حضرة صاحب السماء الآن تم تشكيلة المجلس من قبل الناخبين ووصل إلى قبة عبدالله السالم خمسين عضوا فيهم الخير والبركة كيف ترى توليفة أعضاء مجلس الأمة بتواجد الحكومة أيضا هل هناك مثلا ممكن أن تكون مشاكل في القريب العاجل من حيث أول جلسة كما شاهدنا بعض المشاهدات بين العضاء وإيضا ممكن أن تكون الوزراء شوف هوا يعني خلنا نكون صادقين هذا إذا استمر المجلس يعني إذا استمر إذا استمر إذا استمر أنا أعتقد أن كثير من اللي كانوا في أول جلسة رح ينسجمون مع الوضع إذا كانت نيات الحكومة ماشي بطريقة صحيحة لخدمة المواطنين لأنهم وجودهم في مجلس الوزراء يعني تكليف وليس تشريف وبالتالي هم مكلفين ينسرون للليل والنهار لخدمتنا وهم الآن خدم بدرجة وزراء لكل الكويتيين يخدموننا مثل ما نشاء وبالتالي حتى يعني تكون المسألة واضحة يجب عليهم أنهم يكلفون نفسهم ممكن يزعلون عليك أن كلمة خدم الناس زعلت من كلمة مناديب الآن بدرجة وصلنا إلى مرحلة الخدم لا أنا قلت خدم للمواطنين مثل يعني ملك سعودية الملك سلمان خادم الحرمين خادم الحرمين يعني ما يعني ما حد زعل من هالكلمة بالعكس وهو يحبب هذي الكلمة على نفسه فأنا ما أعتقد أننا كلنا خدم لهذه الأمة وبالتالي كل من يخدم في مجال وظيفته في مكانه وموقعه وبالتالي اللي يزعلون يعني بواب المحكم موجودة تذكرنا على الله لا تعتقد يعني ليس هناك ممكن أن يكون صدام وعرجتها نقطة إذا أكمل إذا أكمل إذا أكمل المجلس وعرجت عليه في ثلاث أربع مرات كم عمر المجلس باعتقاد الساد عادر عبدالهادي حسب ما يراها الآن من المستندات قدمت إلى المحكمة الدستورية يعني شوف المحكمة الدستورية ها ما تظل محكمة والمحكمة يجب عليها أن تدقق و راح نحضر جلسة وجلستين وثلاث وأربع هذه الجلسات على يعني طعون خمسين طاعن يعني يعني راح يضعف 52 راح يضعف كهل المحكمة تتعب طح يعني ما أقول 52 طاعن هال 52 طاعن مو متعلقة بس طعون البطلان متعلقة في طعون الفرز ووضعون تجميع يعني يعني عادة غربلت الصناديق مرة ثانية إذا استجابت المحكمة راح تعرض لنا النتائج داخل قاعات عندها راح نيوم تصور نبني كل واحد يحسب يطالع كم الحسبة هذا موضوع ثاني متعلق فيها هذه كلها جلسات برأيي يعني الشخصية أعتقد أن المجلس إذا كانت المحكمة راح تنسجم معها ضعون بالكلمة الفصل لها أعتقد المجلس ما يطول لي شهر أربعا يعني أربعة من الكثير المحكمة تصدر حكمها بالبطلان لأن المحكمة أمامها حكم هي مصدرته وأمامها اللي هو حوادث دستورية سابقة عرف دستوري نشأ وعندها الآن مراسيم موجودة جدامها هذا طلع قبل هذا أنا أعتقد ما راح تروح للمراحل الثانية في مسألة الحكم إذا يعني رأيي أعتقد أن المحكمة ستفصل في هذا الموضوع في شهر أربعة نهايتها بدايتها للعالم ورح تكون الانتخابات خلال شهرين يعني على شهر ستة تكون في انتخابات هذا رأيي طيب أتكلم معك القوانين التي سنت في مجلس 2013 ومنها قانون الحدث وكثير من الأقاويل التي تسمعها بالدعوين أيضا من الأهل أمهاتنا أخواتنا خوفا على قانون سن الحدث ألا وهو بعد ما كان في الثامنة الثانية الآن تنازل إلى السادس الثانية كيف ترى هذا القانون من حيث رؤيتك القانونية يعني هناك تحارض لكثير من القوانين قانون الطفل يقول ثمانتعش وقانون الحدث يقول ثمانتعش والوضع الطبيعي في القانون المدني يقول ثمانتعش ثمانتعش صحير يعني رسلنا على بر يعني يعني أنت اليوم شنو بتطبق هذا قانون واجب النفاذ هذا قانون واجب النفاذ هذا قانون واجب النفاذ شتبين نسوي نحن نحن أمام مشكلة حقيقية لذلك أقول لك يجب أن يكون المشرع رجل دولة مو يشرع لنا حق يومين على أساس أن يكسب بأصوات المرشحين أو الناخبين لا يجب أن يطلع لنا قانون يعني الحين أنا أدعوهم من خلال الغنات أنهم يمعون هالقوانين ها كلها وصفون هاي جدا مع عيونهم يقولوا شتسالفة ليش هني ستة عش وهني ثمانتعش وهني ثمانتعش وهني وليش يعني هالقربلة و و زين والبنات البنات هني ستة عش هني واحد عشرين يعني ما هو القصة يجب أن يكون يضعونهم جدول عندهم ويرسونا على بر عشان نمشي على نفس المسطرة ومعقولة كلما أطلح نقول تعال أنت أيقان ونطبق عليك الأحداث روح هنا وأنت أيقان ونطبق عليك الطفل روح هنا إنزين بعدين وين نوصل أننا نوصل إلى خلاف يقودنا للمحكمة الدستورية مرة ثانية ويني نبطل والناس تقول عادل ما عنده ولا فلان ما عنده ولا غير ما عنده نحن يعني قاعد نقول المسألة الآن أمام عيونهم عندهم ثلاث أربع شهور يحلون هالمواضيع العالقة على ما الله يكتب أمر يعني أنت تتمنى بأن يغير هذا القانون لا يغير لازم تنسجم من القوانين وكلها مع بعض هي ليس مزاج لأن شافوا هذا يقول يأكلون همبرغر فأجسامهم صارت كبيرة فمعناته هذا الرجل كامل لا يا أبني هو المسألة هني طفل ومسألة من اللي أشار عليكم يا أبنائي يعني ركزوا حتى يعني أنت راح تخالط هذا بو 16 سنة الدخل إلى السجن مركزي حتى للاس يعني يعني التدخل واحد عمره 16 سنة مع ناس يتعاطون مخدرات يوم من الأيام هذا يوم من الأيام هذا الشخص بو 16 سنة الدخل الأحداث الحين وين راح تدخل راح تدخل مع البالقين في جرائم المخدرات مثلا في عمبر ما دل شم ما ما فيه ما فيه مغارنة ما فيه حتى احترام لل القانون الأممي ولا فيه احترام لحقوق الإنسان ولا فيه يعني إلا إحنا نطلع الأخير بكل شيء خلونا نطلع قبل الأخير شوي يعني بكل دول العالم حتى ثالثة ابتدائي رابعة طلعنا بالرياضيات آخر دولة بالعالم رغم 150 يعني شوية شوية طلعونا من هالجو العام طلعونا بالشيء طيب في آخر نقطة وأتمنى بأن تلكم الإجابة بشكل مفصل وسريع تكلمت قبل قليل عن مشكلة الرياضة اللي ورد إلى العلم وكان موجود من خلال سوشيال ميديا وأيضا من خلال شاشرات تلفزيون بأن هناك بعض أعضاء مجلس الأمة تقدموا بطلب تواقع لأعضاء أيضا متواجدين لعقد جلسة لحل المشكلة الرياضية هل تعتقد بأن المشكلة الرياضية سوف تحل في القريب العاجل ما أعتقد والسبب السبب النفوس مصافية يعني النفوس اللي موجودة كلها مصافية ما تكلم عن البعض أكيد ما طرحوا هذا الموضوع إلا عندهم نفس نفس للحل عندهم على الأغلي وتهدم أحلام الشباب الرياضية بسبب خلافات شخصية يا ابن الحلال أكو دولة بالعالم غنية والحمد لله خير هيوصل حتى حق دول وجزر إحنا منعر رساميها هي قادرة تحل رياضة معقولة إحنا الرياضين اللي عندنا في مختلف مراحل السنية ومختلف المراحل العمرية ومختلف اللعبات مقادرين يوصلون حق أنه يلعبون مثل الناس بدأنا يعني شيء فشل يعني صار الحين رجعنا حق أيام قبل اللعبوا بالشوارع يبونهم كاس اللعب السكيك يعني صار مثمر وين اللاعبين وين الناس وين هذا حتى أساسا اللاعب مل من يعني من القوانين ومل من حتى الإجراءات والصراع السياسي على السلطة والصراع السياسي على السيطرة على النوادي وغيرها سيطرته على النوادي كلها سيطرته على هياكل أنا ما سيطرته على نفوس الشباب زين الشباب الحين ما إلا ما أنت رأي تجهون أي اتجاه مختلف منافي لحتى أخلاقهم وغيرها لأنه لا يوجد رياضة رياضة شو هدفها تشوف أنت نص الدستور يقول رئيس الوزراء مسؤول مسؤولية كاملة عن النشأ وين النشأ حتى صار لنا كم سنة موقف رياضة سنين حتى صار لنا سنتين أو ثلاث قبل هات سنتين ثلاث صار لنا سنتين ثلاث نحن نهاوش خمس سنوات نهاوش نتصارع هالخمس سنوات أكيد كان في لاعبين انتهوا وطلعوا لاعبين ثانين بس وين يعني أنا أعتقد أن المسألة مسألة مجلس وزرائج يجب أن يكون حازم وصادق لحل هذه المشكلة ويبعون الأطراف المتنازعة ويقعدون وخلصونا بجلسة واحدة شوه مثل ما طلب رياض الغتساني في أحدهم رياض أو غير نحن ليس في الصين يعني الصين يمكن ما يقدرون يلمونهم فيهم مليار وماذا كثير ها كلنا خمس أنفار يعني لو الحين يطلع رئيس وزراء ويقول باتر الصبح تعالوني بالشرة المتيبعين تلاقي وفد كلهم باص يركب باصين حلول مشكلة خلص من المسألة يعني مسألة مو صعبة مصعبة الحل موجود ولكن إرضاء النظوص بس أستاذ المحامي عادل عبد الهادي شكرا جزيلا لك على تلوية الدعوة استمتعت كثيرا بحديثك القانوني والتي استمديت منه الكثير من المعلومات ومثل ما تطرقت وصرحت في معلومة أعتقد ممكن الكثيرين يتزمون عليهم وممكن الكثيرين لا يعلمونها بأن ممكن أن يكون هناك بطلان لمجلس 2016 حسب ما تمتلك المسندات وقدمتها للمحكمة الدستورية شكرا جزيلا لك شكرا مشاهدين الكرام كان هذا هو اللقاء مع الأستاذ المحامي عادل عبد الهادي أحد المقدمين أطلعوا للمحكمة الدستورية وحسب ما قال بأن مجلس 2016 ممكن لا يكمل مدته وآخر أيامه سوف تكون في شهر أربعة على لسانه وهذا أنا نقل لكم الكرام علىها مباشرة إذا كان هناك أحداث سوف نراها معكم أولا بأول من خلال الشاشة الأقرب إليكم شاشة تلفزيون سكوب الحب والتقدير فمان الله شكرا